عقد القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق ندوة بعنوان الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب وجهوده العلمية والدعوية وذلك تأبينا للشيخ الفقيد الذي يعد أحد كبار علماء العراق ودعاته والذي وافاه الأجل مطلع الأسبوع الجاري السادة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين لتكريم شخصية لها أثارها العلمي والدعوي والمجتمعي بعنوان الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب وجهوده العلمية والدعوية وتضمنت الندوة ورقتين بحثيتين قدم الأولى منهما مسؤول القسم العلمي في الهيئة الدكتور عمر مكي الذي استعرض جهود علماء العراق مسلطا الضوء على تنوعها بين التدريس في الجامعات والمدارس الدينية والإشراف على الرسائل العلمية والتأليف والبحث علاوة على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ولقد كان لأثر علماء العراق داخله وخارجه من الجهود العلمية المتميزة في الكتابات والدراسات الرصينة الدال على البعد المعرفي والعطاء الدال على الجد والاجتهاد والهمة العالية وقد نالوا إكرام المواطن التي هاجروا إليها ونزلوا فيها لما وجدوه عندهم من النفع العام في علومهم وتخصصاتهم المختلفة فمن خدم المحابر خدمته المنابر وفي القسم الثاني من الندوة تحدث الدكتور متنى حارث أبضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين عن مناقب الشيخ الداعية ياسين الخطيب الذي خدم العلم الشرعي بمسيرته التدريسية ونتاجاته العلمية وبحوثه القيمة مبينا أن خبرته في جوانب متعددة من العلوم الشرعية جعلته صاحب قدرة علمية وكفاءة ومكانة الشيخ ياسين ناصر الخطيب من علماء العراق الكبار ودعاته وقد مارس الأمور العلمية والدعوية درسه في المدارس الأولية ثم انتمه إلى المدرسة الأصفية مدرسة الشيخ أبو العزيز السالم السامراء المعروفة التي خرجت الكثير من علماء العراق ثم بعد ذلك دخل مع أحد المعلمين ثم دخل الجيش كإمام في الجيش أو واعث في الجيش العراقي فلاحظوا إذن تنقل بين المدارس الرسمية الاهتيادية والمدارس الدينية ثم دخل سلك الجيش وهكذا وخدم في مناطق متعددة من العراق إماما وخطيبا في المسيب في القرمة في مناطق أخرى فقيد الله سبحانه وتعالى أن يخدم العلوم الشرعية عامة في السعودية وخارج السعودية وفي أندونوسيا كداعية ثم يموت في مملكة العربية السعودية ولأن كثير من طلبة الجامعات أو من أساتذة الجامعات وعلماء مملكة العربية السعودية وأنحاء العالم الإسلام هم تلاميذهم الدكتور مثنى الضاري أكد أن علماء العراق ومبدعيه لا يجدون في الغالب استحقاقهم من التكريم والذكر والتوثيق على الرغم من غزارة جهودهم ونتاجاتهم في داخل البلاد وخارجها داعيا طلبة العلم والباحثين إلى الاهتمام بدراسة حياة ومآثر هذه الشريحة التي تعزز ريادة العراق في الميادين العلمية وتحفظ تأريخه وتراثه